اشتركوا في القناة الموضوع هما بيحطوله بعض الارقام او بعض التواريخ حطوط عريضه اه وبعد كده الامور ان شاء الله لو تحسنت ممكن يبقى فيه هو ده في الوقت ده اللي بتدي يتلعب معي ايضا اياب دور الربع النهائي يوم 14 و 15 زهاب النصف النهائي يوم 18 و 19 اغسطس ايضا اياب نصف النهائي 21 و 22 اغسطس اما النهائي فهيكون يوم 29 اغسطس برضو فكرة المقترحات دي اعتقد انها بتخليهم الامور بالنسبة لهم رؤية مكشوفة او نور بالنسبة لهم قدام في حين عودة النشاط وده من خلال الاتحاد الاوروب بيخلي الرؤية اوضح شوية هو عارف انه لو رجع هيعمل ايه رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاث هو الفكرة انه فيه اربع مباريات مؤجلة اصلا من دور 16 هاي مباريات الاياب يوفينتوس ليون منشستر سيت ريال مادريد بارني ميونيخ تشيلسي وبرشلونا نابولي دي ما تلعبتش ده اربع مباريات دول دول هتلعبوا يوم 7 و 8 اغسطس ثم بعد كده يبدأ في المعييد الحرارة قلت عليها اللي هي بداية من يوم 11 و 12 اغسطس ثم مباراة كل 3 ايام في دوري ابطال اوروبا يعني كل مباراة كل 3 ايام في دوري ابطال اوروبا وفي الدوري المحلي يعني يلعب سبت واحد و 3 و 4 سبت واحد و 3 و 4 غير ما كان بيحصل في الوضع الطبيعي اللي هو كان بيسيب اسبوع واسبوع لكن كده هيدغط المباريات هيبقى كل 72 ساعة هيلعب مباراة في الدوري يوم السبت مثلا ويلعب تشامبيونز ليج يوم الثلاثة او الاربع لان تشامبيونز ليج هتتلعب اسبوعيا مش زي ما كانت بتتلعب اسبوع واسبوع ده الوضع اللي الاتحاد الاوروبي حطه او التصور المدائي للاتحاد الاوروبي حطه في استقناف بطولة دوري ابطال اوروبا اللي تنتهي يوم 9 و 20 اغسطس مش فكرة تواجده في مكان واحد لا بسهر زهاب واياب زهاب واياب عادي جدا موجود في الدولة والدولة الاخرى زهاب واياب بشكل عادي ده الوضع كان فيه فكرة طرحت ان كله تلعب في مكان واحد كان اتقال اختراح ان مباريات العودة المؤجلة انك قلت حركة دلوقتي دي تتلعب ثم بداية من دور التمانية تتلعب كلها بنظام المباريات المجمعة في دولة واحدة يسافروا دولة يلعبوا الدور التمانية ويرجعوا لعبوا دورياتهم بعد كده يرجعوا يلعبوا نصف النهاية يرجعوا لعبوا دورياتهم ثم المباراة النهاية بحيث انها يقلل الانتشار او يقلل الانتقال من دولة الى اخرى طبعا ما تحددش يوموا لعب سويد على فكرة موظمة الصحة العالمية قالت ان السويد هي احسن دولة في العالم اتعاملت مع وباء كورونا لحد دلوقتي الاجراءات اللي هي خدتها اجراءات ما فيهاش منع وما فيهاش منع الموضوع بس هما صغنططين يعني ما حدش اصلا بيتلامس هدين امورهم يعني هدين يعدهم رياحة فهو في السويد فعلا هم لو راحوا السويد او لو راحوا الدولة اسكندنافية في شمال اوروبا او كان المقترح تركيا عشان تركيا هتستضيف نهاية شامبينزليج ولكن تم رفض الاختراح ده او تركيا في الاول كانت معرفش بقى هل السلطات التركية كانت مخبية العدد ده انكت الفكرة ان ما عندهمش حالات والله وهي كمان اللي هتستضيف نهاية شامبينزليج ثم بعد كده تم اكتشاف ان الوضع في تركيا منفجر تماما فاستم استبعادها خالص من موضوع الدورة المجمعة ده وتم طرح اكتر من بديل ولكن حاليا اللي تحط العب بالوضع الطبيعي حدا ما شوف الامور هتاخدنا الفيه بالزبط وحطوا الجدوى للزمني ده بكرا ان شاء الله التلات فيه جلسة في اتحاده الاوروبي ما بين الاتحادات هتناقش هذا المقترح لان المقترح ده خرجت بي سكاي سبورت وهتناقش هذا المقترح ثم يوم الخميس 23 ابريل ان شاء الله هو اللي هيبقى فيه القرار شبه النهائي من استقناف بطولات بطولة دوري ابطال اوروبا وان كان دوري ابطال اوروبا مرتبط تماما بالدوريات المحلية يعني هيبقى صعب جدا انه يحط جدوى للبطولة دوري ابطال اوروبا دون ان يستقنف البطولات المحلية في الاول ولكن وضع الجدوى ده وضع التصور ده بحيث انها يلعب دوري ابطال اوروبا كل اسبوع يعني هنكلم مثلا فيه 7 و 8 وبعدين 11 و 12 11 و 12 بقى 14 و 15 وبعد كده 18 و 19 يعني كل مضغوط جدا بالزبط مع الدوريات المحلية اللي هي برضو المفروض تتلعب كل 3 ايام فهيبقى ارهاق كبير جدا 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 على اللعيب هم رايحين برضو بقى لهم كتير ها عمر يعني الراحة دي هم خايفين ان الراحة دي تبقى جاي عليهم بشكل سلبي اللعيب انها يزود التغيرات بخمس تغيرات في المباراة بدل 3 عشان المدر بيقدر يرايح اكبر قدر من اللعبين